طاقين الفآيات القتال نسمو عليك من نبأ مرسى وبالعول بالحق القومين إنك اتعل على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه تذفف أبناءه ويستحن نساءه إنه كان من المسجدين ونريد أن نمنع للذين التصيف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوادقين وأنمكن لهم في الأرض ونرية دعونا وهامان وجلودهما منهم ما كانوا يحفظون وأرحينا إلى آلاء من نساء ونضعيه فإذا كف عليه فأبقيه في اليمين ولا تخاطي ولا تحزني إننا راتوا إليه وجاعلوه من المسجدين فانتقضه وآلوا فتعون ليكون لهم أدرا وحجدا إننا فتعون وهامان وجلودهما كانوا يحفظون وقالت امرأة فتعون فرت وعيني ولت لا تقتلوا معتا أن ينفعنا أو نستخده ولدا ونهر لا يشعرون وعصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتجهر به لولا أضبطنا على خلفنا لتكون من المؤمنين وقالت لأصفه أصفه فبطرت به عنكم وهم لا يشعرون وحظمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يسكنونه لكم وهم له ناطقون فردبناه إلى أمه كيف فرض عينما ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله قصف ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ عشده واستوى آتيناه حكما وعما وكذلك نجد المسلمين ودقل النذينة على حين غفلة من أهلنا فوجد فيها رجلين يحدثنا من آدان من شيعة وآدان من عدوه فاستغاته الذي من شيعة عن الذي من عدوه فرفزه موسى فقطعا قال هذا من عدل الشيطان إنه عدوه موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفر الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا مجرين فعصبح في النذينة طائفا يترطب فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرق قال له نوسى إنك لغريم فلما أن أراد أن يسخش بالذي هو عدوه لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جثبا في الأرض وما تريد أن تكون من المفردين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إلا الملأ يأتنعون لك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناسين فخرج منها طائفا يترطب قال ربنا الجميل إلى الحل الثانيين موسى موسى